أهلا بكم وتتابع أخبار منتخب وطنية الجزائري لعب الخضر يجمعون سعادة وجاهزون لتقديم مستويات أكبر بستقبرا أكد لعب الخضر جاهزيتهم لتقديم مستويات كبيرة أخرى خلال التحديات القادمة بعد الأداء الكبير أمام متخبجه بفريقيا وقال المتعلق منصف بقرار في تصريح له خلال المتقر مختلطة اللاعبون بلالعقاميس جيدا قمت بدوري وواجبي وهو ما طلبه مني مدري بيتكوفيتش تعودت على مدري بشكل جيد وتعليماتي تصلونه كما أضف الجنح الطائر أنيس حاج موسى كنا نريد الفوز لكن للأسف رغم أننا قدمنا مباراة جيدة وعلى طول الخط مشوار اللاعب يسير بسرعة ولا الحالين أنا مع المنطقب وطني إلى جارب ذلك على مدافع الخطر كيفينغيطون المباراة أنهيناها بالتعادل رغم أننا كنا نريد الفوز بها وكان مستطاعة لتحقيق ذلك إن شاء الله الأمور تسير على ميرام وختم خضرنا جيدا وأصبحنا نفهم جيدا تعالي مدري بيتكوفيتش لهذا قدمنا مستوى جيد والآن فلنسمع لما قاله متألق إياسين بيزيا حيث قال بعد مباراة جنوب فريقيا الحمد لله الشيء الأهم هو أننا عدنا في المباراة لقد قيانت مباراة رعاية أمام جنوب فريقيا التي احتلت أرماركستاد في كأس أفريقيا الأخيرة سنعمل جاهدين مع المدري الجديد لإعادة البسماء للشعب الجزائري وقال كذلك حافظ الرجي بعد مباراة الجزير وجنوب فريقيا تعادوا بطعم الفوز معنوي للخضر أمام منتخب جنوب فريقيا المحترم لمشاركة كل اللاعبين القدامى وجود والعائدين الذين يبدو أنهم تحراروا نفسهم وفلين في منظومة لعب مرينا ومتنوعة سمحت لهم بالعودة في النتيجة ثلاث مرات وفي مباراة كشفت عن كثير من الإيجابيات وبعض النقاس التي تحتاج إلى تدارك مع الوقت خاصة على مستوى المنظومة الدفاعية والآن إلى ما قاله مدرب جنوب فريقيا المرضود الخضر في مباراة الجزائر وجنوب فريقيا حيث قال أجزائر قدمت مباراة رائعة لهم إنه فريق قوي ويمتلك كثير من الجودة ولو لعب هذا الفريق من نفس الطريقة في ساحة العاش لكانت تجنب خروج من الدور أول لا يوجد أي اتصال بيني وبين الاتحاد تونسي إذا كنت أصدق وسهل إعلام تونسية فأنا مرش حدا غادرت جنوب فريقيا سيقرر الاتحاد بالنسبة له هذه مجرد إشاعات لم يكن مقت مناسبا خلال فترة وجودي في شبيب القابل كنت أعرف المرحوم الحناجي ولم يكن ميسا سهل التعاون معه وكان هذا والحال نفسه مع نطط بركان لذلك أنا نادم على مقتلتي أمضيته في الجزائر لعبنا مباراة للدفارق المختلفين بلسبالي هذا المباراة جيدة بلسبالنا أنا سعيد جدا بيهاتي البطولة لقيت لعبنا للدفارق ضفاعي جيدا وهو أندورة وليوم وجهنا مضخب الجزائري ممتازا وقال مدرب الخضر بيتكوفيش بعدها المباراة خلال هذا التوقف الدولي ارتكبنا أخطاء لن نتبقى من ارتكابها في جوان لأننا كنا بالضرورة قادلين عن اختبار اللاعبين لذلك سنقوم بإجراء تخليل من أجل استدعاء اللاعبين الثلاثة وعشرين الذين من المرشح أن يساعدون على الفوز كنت على دراية بالإمكانات الهجومية قبل وصول يوميا لأؤكد أنه يتعين علينا عمل على الجامع الدفاعي لكن كما قلت الدفاع يكون بشكل جامعي ككل الفارق بأكمله يجب أن يتقدم في هذا المجال وليس الدفاع فقط كنا نود أن يلعب الجميع لكن لسوء الحظ فإن الأمر معقد في قائمة تضم ثلاثين لعبا في جوان سيكون الأمر معقد عن اختيار ثلاثين لعبا جميع اللاعبين أرادوا إظهار أنه يستحقون أماكنهم أجب على اللاعبين أن يفهموا أننا فريق عائلة وأن هناك أدوار أخرى غير أدوار أساسية سنوصي قائمة حراس المرمى مستقبلا يبدو أن أفراديمير بيتكوفيش غير راضي عن أداء ماندريا وازغبا عليك أن تقوم باختيارات في بعض الأحيان لن يتم فهمها يجب أن يفهم اللاعب ونأضر أنه يجب عليهم تقديم أداء جيد في النادي ليتم اختيارهم لكن كونك أساسي في النادي لا يضمن أن تكون أساسي في المنطقة الموطني أفضل التركيز على فريقي من أن واضح أنه في بعض الأحيان يتعين عليك التكييف لكن من ضروري أن يكون لديك تريقة ثابتة في اللعب سنلعب في إفريقيا في دوروفليس دائما في صالحنا ولكن يجب أن نسيطر وقال فراطين البودكوفيش عن ياسين عدلي أعتقد أنه لا ينبغي أن نتحدث عن ياسين عدلي في الوقت الحالي إنه ليس حالي جزءا من خطط منتخبنا الوطني صحيح أننا نواجه لحظات ضعف عندما نستقبل شيباكنا أهداف لكن لدينا أيضا لحظات قبوة عندما نسجل إنه فريق المتحد لا يستسلم هذا أمر إيجابي غيرنا مركز أيت نوري لسماحنا بممارسة المزيد من الضغط الهجوم على خصم منه